السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم في فيديو جديد من قناة فن وحس. وبناعنا على طلبكم النهاردة هعمل لكم فيست سهل جدا بغرزة الوافن. ينفع سيفي. لو استخدم تاخد سيفي وهينفع شاتوي. لو استخدم تاخد شاتوي زي السور اللي هتطلع عندكم على الشاشة دلوقتي. اه الفيست ده عملتكم اكتر من الفيست زي الفيست الروز والفيست الاصفر وبرضو صورهم تطلع على الشاشة. اه دول عملتهم بقطعة واحدة من الكوريشية وبعد كده قسمتها. الفيست ده مختلفين هو معمول من فوق بآآ صدر مربع. وفي صندوق الوصف تحت الفيديو هتلاقي كل المقاسات آآ لجميع الاعمار. آآ ازاي ايه هتخذي بس محيط الراس وهتخذي عدد السلاسل وتقسميها زي ما احنا اقلين في الفيديو آآ بآآ سنتعمل سلسلة مضاعفات رقم آآ آآ ثلاثة. تمام? الفيست ينفع ولادي وينفع بناتي. ينفع تستخدمي بناتي طبعا تنفع تستغيري اللون نفسه. آآ تستخدمي آآ بناتي آآ او اولادي بتغيير اللون الغرزة. انا كنت عملت لكم الغرزة منفصل قبل كده. عاملين ايس كاب بغرزة الوافل. عاملين كفية بغرزة الوافل. وعملين كفية مقفولة بغرزة الوافل. آآ اللي هو داير يعني انا بتعمل البلوفر. واجع ما تلكم الفيست ما للكوش اي حجة عشان كل واحد يبدع ويعمل. تقدر تغيري اللون من جوة او من برة. الغرزة جميلة وسهلة ولا اسهل. من كده اهي. آآ لطول والعرض. ومحيط الراس لو انت هتعمليه آآ بيدخل من فوق. لو انتش تعمليه يدخل من فوق. هتاخدي محيط الراس وتطرحي منه عشر سنتيش عشان تعمليه على قد محيط الرقبة. كل المقاسات دي هتلاقيه في صندوق الوصف تحت الفيديو. آآ هتلاقي عدد السلاسل وتأسيماتها وهتلاقي محيط الراس وهتلاقي كمان الطول والعرض آآ لغاية سن اتنشر سنة. لو انت ما عندكيش الطفل او الشخص. انا اللي لك في الفيديو هتايسي آآ ازاي. يا ربكم سهل عليكم. آآ لايك وشيري الفيديو بحبكم جدا. واستنى رقيكم في التعليقات وانتدي بسم الله. بسم الله. هشتغل بخيط آآ اليزا آآ بيركم. وبقالنا كتير ما شتعلناش آآ بي. تمام? او هنشتغل بنفس الفتلة بنفس السمك يعني بخيط آآ بريس. او هتشتغلي باي خيط آآ زي هملايا قلبن او هملايا آآ بينه. بصي اهم حاجة يبقى مكتوب عليه رقم ارباعي. يعني خيط نتوصل السمك. تمام? وهنستخدم معايا قبلة رقم اربعة ملي ميتر. الغرزة دي مضعفات رقم تلاتة. يعني هنعمل تلاتة وتلاتة 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 وتلاتة. وفي الاخر هنضيف عليها رقم غرزة واحدة. عشان نعمل الاساس ليه اول ثلاثة. تمام? تمام. هنا هنعمل سبعة وستين سلسلة. لو انت جديدة معنا في القناة تقدري ترجعي للغرز الاساسية او بداية الشغل خالص. تقدر ازاي ماسك الابرة. ازاي تختاري الخيط? ازاي تختاري الابرة المناسبة? الغرز الاساسية علشان تقدر يتكمل معنا. الخيط القصيرة اهو. هالفه كده. دي الفتلة القصيرة. هدخل الابرة كده. هسحب الفتلة القصيرة كده. لو عايز اصغر الفتحة دي. بشد الخيط الطويل. اللي هو الناحية البقرة. وهنعمل سبعة وستين سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. قلت سبعة وستين سلسلة. تمام? دول هيلفه حوالين من الرقبة. في الجاكت غير البلوفر. الجاكت بيبقى انت محتاجة يبقى يلفه حوالين الرقبة ويبقى مردعة. مش محتاجة يبقى قد محيط الراس علشان ده مش بلوفر. البلوفر بيتخش بين الراس. فعشان كده لازم يبقى قد محيط الراس. فهنا الخطوة دي شو موجودة. لو انت عايزة تعملي اي مقاس هتمسكي محيط الراس للسن اللي انت عايزان هتنقصي منه حوالي عشرة سنتي. علشان تعملي الدايرة الاولانية دي. هتعمل مضاعفات رقم تلاتة. وازا وجعلهم واحد في الاخر. هنقسم ازاي البلوفر او الراكت ده. قبل ما نبدأ نقسم. يبقى احنا قلنا مضاعفات رقم تلاتة. زائد تلاتة. زائد تلاتة. وفي الاخر هنزود عليهم واحد. انا هبدأ هنا ب سبعة وستين سلسلة. هنقسمهم ازاي. في الامام. هيبقى عشرة سلسلة. وعشرة سلسلة. الخلف. هننسي تكتب الميم. هيبقوا تسعتاشر سلسلة. آآ سوري. آآ سعتاشر. الاكتاف. ستاشر وستاشر. اللي هو بتاعت الاكمام. ستاشر. وستاشر. دي التقسيمة بتاعتنا. هيبقى. كده. تمام? هنا عشرة. هنا عشرة. هنا. ستاشر. هنا ستاشر. هنا تسعتاشر. تمام? تقدر تبدأي بالسلاسل دي. آآ من اول البيبي. آآ البيبي. هيحتاج حوالي شلة ونص خيت. بس ده البيبي. لكن انا هلوقتي هعمل آآ آآ ست. آآ سبع سنين. نعلم بيقطة. سبع سنين. هقول لكم في آخر الفيديو. هاخدنا كام آآ شل. احنا هنا البيبي هيحتاج شلة ونص. هتبتدي بنفس عدد ده. علشان يطلع المقاس مزبوط. هتستخدمي خيط ارفع. زي مثلا خيط. ليزا بيبي. سكريم. او ليزا. هابي بيبي. ليه؟ لان الاطفال الصغيرين بيبقى آآ ليهم آآ خيط معين علشان الحساسية وعلشان البشرة او خيط كورتوبة مثلا. برضو معالج آآ بيبقى معالج علشان ميعملو مش حساسية. عشان ما هيشت آآ البشرة بتاعتهم. فهتستخدمي خيط ارفع بنفس المقاسات آآ بنفس آآ سبع سنين. وانت طلع هتبدأي آآ با آآ كده. يعني نصلا يكفي ثلاثة أربع سنين بعدها. وبعد كده ممكن تقدر تكبري آآ آآ السلاسل دي. زي ما قلتلك هتعملي ايه? عشان تعبلي عدد السلاسل هتشوفي محيط الرأس. هتنقصي منه عشرة سنتي. اهو. لو انت ما عندك عندك سن غير السن ده. محيط الرأس. اناقص عشرة سنتي. هتطلع لك كام بسن سنتي. وهتعملي مضاعفات رقم تلاتة المقاس ده. خلي بالك ان المضاعفات رقم تلاتة بس بيقبل الاسمة على اربعة. علشان تقدري تتوفقي كده المأساة بتاعتك. سطر الرقم واحد. هنعمل تلاتة سلسلة. عشان ابتدي السطر. واحد اتنين تلاتة. هنعمل بعديها تسع اعملها. هناخد لفة. هنعيد من بعد الابرة واحد اتنين تلاتة في السلسلة رقم اربعة. هدخل واخد لفة. معي تلاتة حلالات على الابرة. هاخد لفة واطلع من حلقتين. لفة واطلع من حلقتين. انا كده اجي عمود اتنين. انا هكملهم بتسع اعمدة. اجي. رقم تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. في كل سلسلة. سبعة. تمانية. تسعة. هعمل سلسلة واحدة. بس. واخد لفة. وفي نفس المكان اللي عملت فيه. اخر عمود هدخل واعمل عمود. الله اكبر. كده ده الجنب الاولاني. احطي هنا سلسلة مركة عشان ما ننسيش. اهو. هحط فين في الفراغ ده. حطي علشان ما طلع بطيش. احنا في الغالب بنعمل اه في البلوفر بنعمل هنا اتنين سلسلة. احنا عملنا هنا سلسلة. اه بس فعشان ما اتهيش. اه اه نعلمها. ده العمود اللي احنا عملناه في نفس المكان. هنعمل بعديه خمستاشر عمود. هناخد لفة. هنعمل في السلسلة الجنبيها. عمود. ادي واحد. اتنين. تلاتة. هنكملهم خمستاشر عمود غير العمود اللي انا عاملاه هنا هون. يبقى المجموع كله. من اول عمود هيبقى ستاشر. زي ما انا كتبالكم في الورقة. كده. لو عديد الاولاني معي هيبقى ستاشر. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشر. خداشر. اتناشر. تلاتة. اربعة. خمستاشر. ستاشر. هنعمل سلسلة. هناخد لفة. وفي نفس المكان. اللي اعمل في اخر عمود هعمل عمود. وهنعلم هنا برضو. بعد العمود ده هنعمل تمنتاشر عمود. اخر العمود ده تمنتاشر. يبقى لو عديدتهم مجمعتهم هيبقوا كم؟ تسعة عشر. ادي واحد. اتنين. تلاتة. نكملهم تسعة عشر. عملت تمنتاشر عمود غير العمود الاولاني. يعني بالعمود الاولاني يبقوا تسعة عشر. تمام؟ هعمل سلسلة. وهاخد لفة واعمل عمود في نفس المكان. اللي انا عملت فيه اخر عمود. وهحط برضو ستيج ماركة. ماركة. احطش بقى فتلة. بنسة. دبوس. اي حاجة بس تعلمي بها. هنعمل. اه طبعا ده الظهر. خلاص ده هو قدام. الكتف. الظهر. هنعمل. خمستاشر. اه سلسلة. هاخد خمستاشر عمود غير العمود الاولاني ده. هاخد لفة. انا شاعد ده. هعد بقى من بعدي. ادي. واحد. اتنين. تلاتة. وهكملهم خمستاشر عمود غير العمود الاولاني. عملت خمستاشر غير العمود الاولاني. لو عدينا العمود الاولاني معاهم. هيبقوا ستاشر عمود زي ما احنا كتبين في الورقة. هعمل سلسلة. هاخد لفة وادخل في نفس المكان. واخد لفة واطلع. واعمل عمود. وبرضه هعلمه ده اخر فاصل معانا. وبعد كده هعمل بعدي تسعة عمودة. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. احنا خلصنا قدام. وعملنا احنا كده. احنا كده. اعملنا اول اصف. اهو. لو انت. لو انت. اه حبه ان المسافه تبقى اه اه اتنين سلسلة. لما بدل سلسلة تشغال معاك. تمام. لو انت حبه ان الكتاف تبقى مرفوعة اه اكتر من كده. اه تبقى مرفوعة اكتر. هتحط اتنين سلسلة بدل سلسلة. بالشغل كل واحد. بس بدل ما تحطي اين سلسلة واحدة. هتحط اتنين سلسلة. لو انت حبه الكتاف نايمة كده. هتحطي السلسلة واحدة بس زي ما احنا عاملين. راكم اتنين هنبدأ بعمل غرزة الوافر. هنبتدي اول هنلف طبعا الشغل. احنا كنت شغالين كده. هنلف الشغل. هنعمل اتنين سلسلة واحد اتنين. هاخد لفة. هعمل عمود امامي هدخل كده. واطلع العمود كده. واخد لفة. واطلع. واخد لفة واطلع من حلقتين. لفة واطلع من حلقتين. هاخد لفة. وادخل ورا العمود. اطلعه القدام واطلع كده. هاخد لفة. لفة واطلع من حلقتين. لفة واطلع من حلقتين. اعنا كده عملت اتنين عمود. امامي هاخد لفة. وادخل فوق العمود اللي بعديه وعمل عمود لفة وادخل فوق العمود اللي بعديه وعمل عمود أمامي اخذ لفة وادخل وطلع العمود لقدام اخذ لفة واطلع وعمل عمود أمامي كده عملت اثنين عمود أمامي انا عمل لكم كفية وعمل غرزة يعني عمل غرزة نفسيها وهو عملها كفية لو انت تعمليها داير لو انت عاستعمل البلوفر داير هتعملها زي الكفية داير ما يدور هحط لك الفيديو بتاع الكفية اللي هي الداير كانك عاستعمل البلوفر اصلا داير هتعملها بنفس الطريقة وعمل لكم الغرزة نفسية قبل جدا اخد لفة واعمل عمود فوق العمود اللي هيقابلني بص الفوق هنا هون كده هو. واعمل عمود. اخد لفة واعمل عمود امامي فوق العمود اللي عندي. واخد لفة عمود امامي فوق العمود اللي جنبه. اخد لفة وادخل هنا فوق اخر عمود في الاول. ده كده اول جزئية. خلي بالك اخر عمود عندي في جنب ده. اتنهيته بعمود فوق العمود. لازم النهاية بتاعتك تكون مزبوطة. عشان تكملي بعد كده مزبوط. جوه الفراغ ده في الاستودج ماركر. هدخل واعمل عمود. سلسلة. وعمود في نفس الفراغ. وهاخد لفة اول عمود هيقابلني. بعد الفراغ هعمل فوق عمود. يبقى انا بداية شغل عمود عادي. هنا العمود اللي قبل الفراغ على طول. عمود عادي فوقيه. في الفراغ عمود سلسلة عمود. بعد الفراغ العمود اللي هيقابلني هعمل فوقيه عمود. وعايز نقليه استودج ماركة لانيليها مش عايزة حاجة ترجعها لك. لو انت مبتدأ يستحسن انيليها علشان ما تضغبطش. هاخد لفة. وهعمل عمود امامي فوق العمود اللي بعديها. لفة وعمود امامي فوق العمود اللي جنبيها. كده يبقى عندي اتمين عمود امامي. اخد لفة فوق العمود اللي بعديها هعمل عمود عادي فوق العمود اللي بعديها. هكمل لغاية اخر اللي غاية ما هدخل كده هنهو فوق العمود اهو. واعمل عمود عادي. لفة عمود امامي. و جنبه عمود امامي. و جنبه عمود عادي. يد اتنين عمود امامي. ايه? و عمود عادي. هعمل عمود امامي. و جنبه عمود عادي. اخر عمود قبل الفراغ على طول عمود فوق العمود اهو عادي زي ما عملنا هنهو. جوه الفراغ هعمل عمود سلسلة عمود في نفس الفراغ. و هنقل ماركر. مش عايزني ايه حاجة ترجع لك. اول عمود هيقابلني بعد الفراغ هعمل فوق العمود عادي. بعدها هنقل اتنين عمود امامي. واحد. اتنين. بعدها عمود عادي. اتنين عمود امامي. ادي واحد. اتنين. بعدها عمود عادي. وهكذا لغاية ما خلص قصة. هفضل شغالة اتنين عمود امامي و عمود عادي. هنا عمود امامي و عمود عادي. لغاية ما وصل للفراغ. العمود القبل الفراغ على طول هيبقى فوقي عمود. في الفراغ عمود سلسلة عمود. العمود اللي بعد الفراغ على طول هو فوقي عمود. نجيد بنفس النمط. اتنين عمود امامي و عمود عادي. هاجي. اخر عمود قبل الفراغ اهو عمود فوق العمود. في الفراغ هعمل عمود سلسلة. عمود في نفس الفراغ. العمود اللي بعد الفراغ على طول هيبقى عمود عادي. بعد اتنين عمود امامي. واحد. اتنين. بعد عمود عادي. بعد اتنين عمود امامي. و كزا لغاية ما اخلص السطر. لما احنا عارفنا كده الفراغ في ايه. والسطر نفسه في ايه. كده بين اهي. دي كده من قدام. اهي. بين الغرزة كده. وصلت الزاوية اللي بعديها. اخر عمود معي. عمود فوق العمود. هعمل في الفراغ. عمود. سلسلة. عمود في نفس الفراغ. هاخد لفة. وعمود اول عمود هيقابلني. هعمل فوقيه عمود عادي. وهنقل ماركر. وهنقل اتنين اعمدة امامية. عمود فوق العمود. اتنين اعمدة امامية. اتنين اعمدة امامية. واحد. اتنين. اخر. بصيبه احنا كده خلصنا. هنا متبقى عندك السلاسل اللي بدأنا بيها اول آآ آآ السطر اللي الفات. هاخد لفة. وهدخل ينقوه في اول سلسلة هتقابلني. واعمل عمود. وكده انتهينا من السطر الرقم اتنين. واللي هنكمل بيه اساس آآ الشغل. خلي بالك ان الغرزة دي هيبقى ليها ويش. وده. ده بتاع الغرزة. وده الويش بتاع الغرزة اللي هو فيه بروز ده. ده الويش. فكده بضهر احنا نبتدي نرجع للويش تاني. بالرقم تلاتة. هنقلب على لويش الشغل زي ما قلتلكم. ده ويش الشغل اهو. هعمل اول اتنين سلسلة. واحد اتنين. هاخد لفة وهلف الشغل. الاعمدة اللي انا كنت الشغال عليها. كانت اعمدة امامية من ورا. من قدام هنبقى فوقيها اعمدة عادية. يعني عندي هنا عمودين اهم. هدخل فوق اول عمود هيقابدني واعمل عمود عادي. وفوق العمود اللي جنبه هعمل عمود عادي. العمود اللي كنت بعمله عادي هعمله عمود امامي. هاخد لفة واعمل العمود البارز عندي ده عمود امامي. اهو. هبقصي بارز ازاي. هاخد لفة. واعمل عمود فوق العمود. عمود فوق العمود اللي جاعده. اللي هما كانوا مهمين في في الظهر. وهنا عندي العمود البارز ده هدخل من وراه وعمل عمود امامي. عمود فوق العمود. وعمود فوق العمود. وعمود امامي فوق العمود البارز ده. لفة. اخر عمود عندي في السطر بيبقى في قبل الزاوية هيبقى عمود عادي. اخد لفة في الفراغ ده هعمل عمود. سلسلة عمود في نفس الفراغ. اخد لفة. اول عمود هيقابلني. هعمل فوق عمود عادي. هاخد لفة. العمود اللي جانبه على طول هيبقى عمود امامي. هنا العمود ده دول هعمل فوق العمود. عمود عادي ادي واحد. اتني. لفة. العمود البارز ده هيبقى في وراءه عمود امامي. عمود فوق العمود. عمود فوق العمود اللي جانبه. لفة وعمود امامي فوق العمود اللي بعديه. هالشغل بنفس الطريقة. عمود فوق العمود. عمود فوق العمود الجانبه. يعني اتنين عمود عاديين. وعمود امامي فوق العمود البارز ده. عمودين. واحد. اتنين. وعمود امامي فوق العمود ده. عمودين. واحد. اتنين. وعمود امامي. اخر عمود قبل الزاوية هيبقى عمود عادي. هامل عمود فوق العمود. هنا الزاوية. هدخل اعمل عمود. اتنين. اه سلسلة واحدة سوري. وعمود في نفس الفراح. اول عمود هيقابلني. هامل فوق العمود عادي. العمود اللي بعضو عمود امامي. عمودين. فوق العمودين. واحد. اتنين. عمود امامي فوق العمود البارز. عمودين. فوق العمودين. واحد. اتنين. عمود امامي. هكمل بالتسلسل ده. اللي هم عمودين عاديين وعمود بارز لغاية ما وصل للزاوية. اللي بصي اهو. بين عمود البارز. اخر. عمود قبل الزاوية هيبقى عمود عادي. هيخد لفة وفي الفراغ ده. هعمل عمود سلسلة. عمود. اول عمود في بعد الفراغ هيبقى عمود عادي. عمود امامي. اتنين. عمود عادي. اجي واحد. اتنين. عمود امامي. عمودين. واحد. اتنين. عمود امامي. وهكمل لغاية ما وصل للزاوية. اخر. عندي الزاوية. اخر ربطول حتا دي. هنا هعمل عمود عادي. هنا. عمود. في الفراغ سلسلة. عمود في نفس الفراغ. هاخد لفة. وعمل عمود عادي فوق العمود الهابن. العمود اللي بعده عمود امامي. عمود عادي. بعديه عمود. عمود امامي. عمود. وبعده عمود. عمود امامي. عمود. وعمود. وهياخد لفة وعمل ده عمود امامي معي. وده قصة الرقب. تلاتة. ده الوش. ويادي. اهو. كده. قبل ما تكملي طبعا لازم تتاكدي ان هو مزبوط على اه الطفل. تمام? انا قصته ورقيته اه مزبوط بالزبط. تمام? اه على قد الرقبة. اه عايزة تكبري عن كده طبعا تكبري. وعايزة تصغري عن كده هتصغري زي ما انت عايزة. بس خلي بالك اه ساعة ما هتنقصي. هو اه مضاعفات اه رقم تلاتة اللي هو بالنسبة للغرزة. بس خلي بالك ان انت لو هتنقصي. هتنقصي من الاربع اه جهات او الخمس جهات من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا عشان يبقى مزبوط. رقم الاربع هنكرر لسطر رقم اتنين. هنعمل اتنين سويسدة. واحد اتنين. هنلف الشوح. هنعمل عمود امامي. اتنين. عمود امامي كده ما تجع. اتنين عمود امامي. مافن. وبعد اه قموة امامي. وعمود فوق عنéro. اكمل لغاية موصم للزاويه. عمودين امامي. وعمود فوق العمود. خلي بالك بقى. اهو جينا عندي الزاوية. اهي. الزاوية المراضي. اخر عمود فيها هيبقى عمود امامي. اخذ لفة. اعمل عمود امامي. وعمود امامي في العمود الجنبي. ده اخر عمود قبل الزاوية. جوه الزاوية الفراغ. هعمل عمود. سلسلة. عمود و العمود له هي بنينه على طول هيبقى عمود امامي. هتبقي ماشا بنفس التسلسل بنفس الطريقة لغاية ما اتكملي الباقي. كده لعملنا اثنين عمود امامي هنعمل عمود عادي. هنمشي بنفس الطريقة. اثنين عمود امامي و عمود فول عمود لغاية ما نوصل للزاويه. في بقى عمود سلسلة عمود. هنكمل بنفس اه الطريقة اهو بصوا الشكل اهو. بصوا اهو اول مربع وفل عندنا. بان? بنفس الطريقة او بنفس التسلسل. هنكرر السطر. رقم اتنين ورقم تلاتة. يعني مرة هنعمل عمودين امامي. وعمود عادي. ومرة هنعمل عمودين عادي وعمود امامي اللي هو في الضهر. لغاية ما نوصل لحرضة الباط اللي احنا عايزينها. السطر هيبقى عبارة عن عمود فوق اتنين سلسلة ده. ده الضهر قلنا اهو ده الوش. بدأت تبان. اهي. الوافل. رقم خمسة تكرار سطر رقم تلاتة. واحد. اتنين سلسلة. هناخد لفة وهنلف الشغل. هنعمل عمود فوق العمود. وعمود فوق العمود اللي بعضيه. بكده العمود. وعمود امامي. تاني. عمود فوق العمود. وعمود فوق العمود. وعمود امامي فوق العمود اللي هو البارز ده. هنفضل نشغل غاية الزاوية. وهنمشي بقى بنفس التسلسل. هنقرر سطر انا عدتلك تاني عشان ايه تبقوا واخدين بالكم. هنعيد السطر ده والسطر اللي قابليه. عمودين عديين. واخر عمود هيبقى عندك عمود امامي. في الفراغ هيبقى عمود سلسلة عمود. ودايما زي ما بنهي انحية دي هبدأ انحية دي. هعمل عمود امامي. هعمل عمود امامي. وعمودين فوق العمودين. واحد. اتنين. وعمود امامي. وهنكمل على كده. انت بس همشي بالتسلسل اللي هو عمودين وعمود. عمود وعمودين. يبقى زي ما بنهي هنا بابدأ الناحية تانية. وهكذا دا اما يدون هنبتدي نشتغل آآآآآ تكرار سطر الرقم اتنين والسطر الرقم تلات. بدلت يشتغليت. اشتغليت لغاية ما تجيبي آآآآآآآآ الكتف. ازاي? ادة طبعاً قدام. ده الكتف. ده الظهر. هنطبقه كده. تمام? لحد هنا. تمام. هنقيس. هنا كده من هنا الناحية دي لحغاية نوت ده 14 سنتي في حالة ده هيبقى سبع سنين يلبس كمان تمان سنين اوكي اا لو انت هتعميلي للطفل الصغير يبتوزلي لحد عشرة اا سنتي طبعا المقاسات كلها اا اللي ورتها لكم في اول الفيديو اللي هي اا هتعميليها سكينشوت هتاخدي منها المقاسات دي او عايزة تقيسي بحردة الحردة دي برضو الحردة دي مكتوبة اا في المقاسات برضو هحطها لكم علشان انت كل واحد يشوف الحردة اللي اللي عنده دي دي بقى 15 سنتي بس هنا هتبطول حوالي 14 سنتي تمام انا على الطفل اللي انا هعمله تقدر بالنسبة لي المقاس تمام هعمل ايه في الشغل كده لازم اتأكد من المقاس البيضائي فما انت prestعي للسلسل بتاع العميده بتاعتي بمعنى دلوقتي عندي هنا عمودين وعمود امامي عمودين وعمود امامي عمودين ده وهعمل في الزاوية كمان عمود اللي هو بتاع الزاوية اللي عادي وهزود كمان عمود علشان يبقى العدد بتاعي مصبوط بمعنى انا هنا عندي عمودين وعمود امامي هنا عملت عمود فوق العمود وعمودين في الزاوية علشان يبقى عندي 3 اعمدة زي دول عمودين وعمود امامي خلاص كده هتخطى الجزئية دي وهاتني كده هو دي الجزئية بتاعة الكم هاخد لفة هتخطى الجزئية دي كده وهاجف الجزء بتاعة الزاوية هدخل في الزاوية وهعمل برضو عمودين ادي واحد اثنين وبعد كده عندي هنا الاعمدة هامل عمود فوق العمود اللي هيقابلني وعمود امامي فوق العمود اللي بعده وبعدين عمودين فوق العمودين وعمود امامي يبقى انا مزودة هنا عمودين في الزاوية وهنا عمودين في الزاوية تمام يبقى هنا في الزاوية انا عملت عمودين وهنا عمودين هشتغل الظهر كله بغاية ما وصل للزاوية دي وبعدين هعمل زي ما عمدت في الزاوية دي بزاوية هنا برضو بزلت الزاوية في عمود قبل الزاوية هو هعمل فوق عمود وجوه الزاوية هعمل اتنين عمود ادي واحد اتنين هتخطى الحتة بتاعت الكتف دي وهاجل الزاوية اللي بعديها طبعا احنا بتحاول تعملي الجاكت واسع علشان الطفل طبعا في الشدر بيبقى لابس حاجات كتير تحتية بيبقى جوه في بلوفر في الزاوية التانية هنعمل اتنين عمود اه خليباك هتبصة عشان انا عملت كده لأ هنشتغل من بره كده عشان يبقى الغرزة مزبوطة هزي واحد اتنين وبعدين هنعمل عمود فوق العمود وعمود امامي وبعدين عمود عمودين فوق كل العمودين اللي بعديهم وعمود امامي واكمل غاية اخر الصدر هبدأ هنا اهو اهو كده هبدأ اشتغل اه داية لو انت مش عارفة تعملي اه المقاس هنا او مقاس هنا ابسط حاجة هتاخدي محيط الصدر او محيط الويس هنا هنا هتاخدي محيط محيط الصدر 27 سنتي في اثنين عنده نصف في اثنين هيبقى عبارة عن اربعة وخمسين اه اه سنتي فانتي لو انت مش عارفة تاخدي مقاس كده او تاخدي كده هتفضلي تشتغلي 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 لغاية ما توصلي لنصف محيط الصدر كده خلص هتبتدي تقفلي الشغل بتاعك وطبعا المحيط دا هتلاقيه برضو في ايه المقاسات اللي انا هحطهولي هنتبقى نشتغل اللي هو عادي هنروح ونيجي عادي زي سطر ما كنا بنشتغل انا اعمل اضافة كده عشان الغرزة تباني هعمل سلسلتين وهلف الشغل واعمل عمودين امامي وعمود عاجي عمودين امامي دي واحد اثنين وعمود عاجي هفضل شغال غاية ما اوصل للجزء اللي هي بتاعكم دي وابريها لكم هنا اتكلت عميد بتوعي الزاوية بس انا رأيت اثنين عمودة امامية وواحد عادي هنروح عاملة اثنين اعمدها بالمية وواحد فوق ده وواحد فوق ده اهي دي الفتحة بتاعت اللي لقيت وهاعمل هنا عمود عاجي هل فتح نزودنا دي اثنين خلاص واروح جاية هنا عاملة عمود امامي وعمود امامي وادي عمود عاجي وهكمل بقى اكمل داير ميدور الشغل الشغل كله والشغل بقى رايح جاي قدامه وورا لغاية ما اوصل للطول اللي انا عايزة هنا عندي الزاوية بتاعت القوم هنا اخر عمودين كانوا العمودين القابل للاخير في واحدين هنروح هنا اعمده امامية وهنا عندي فيه تلتة اعمدة منه واثنين امامي انا هعمل ايه؟ هسيبلي اثنين امامية دول هنا فيه عمود عمود ماشي؟ في النص هنا بينهم هنروح أعمل عمود علشان ازبط العدد بتاعي وبعدين ااخد لفة هسيب اول عمود هناه وهعمل فوق العمود اللي بعده عمود امامي فوق العمود أمامي وكده اما زبط العمود بتاعي مش هنا كان في واحد وهنا واحد انا عملت بينهم عمود فانا ازبط العاد بتاعبه هنا عمودين امامي وعمود عادي عمودين امامي وهيبقى بعديها عمود عادي وهنكمل لغاية ما نوصل للطول اللي احنا عايزينه نعمل نشغل لغاية الطول اللي احنا محتاجينه وهيبقى عندك فيست قط زي كده بالغرزة الجميلة جين بتقدر بتعمليه لو انت عسبليه بعد كده كوم او تعمليه الكولا او تقفليه سويتر او تقفليه جاكت او تعمليه سيفي بخط سيفي او تسبيه كده في ناس كتير بتحب شتوي قط برضه بتلبسه فوق اللبس بشكله جميل وعجبهم كده العرض بعاية عامل حوالي ان هو نص العرض عامل حوالي اه تمانية وعشرين يعني العرض كله هيبقى حوالي اه ستة وخمسين والطول عامل حوالي اربعين واحد واربعين اه سنتي ده من غير الكنار ده كنار احنا كنا عملناه قبل كده ازاي تأسسي اي جاكت اي بلوفر عندك من اه من تحت فده احنا كنا عامليني الكنار ده زي اي كنار بتاع اي سكاب لو انت مش عارفة توصلي للفيديو قوليلي وانا هحطهولك وانا هحطهولك برضه الرابط بتاعه اه اه فوق في المقترحات واحطهولك في صندوق الوصف ده ممكن تركبيه اه في ده بغرزة السراجة زي ما عملنا في السلوبيت او ممكن تسيبيه اه كده هيبقى جميل برضه وزي حاجة ترجعلك تقدر تستخدمي بناتي او ولادي اه زي ما انت عايزة الغرزة سهلة وجميلة وتدي معاك اه اي حاجة حسب اختيار لهم بتاعك يا ربيكم فتكم وكون سهل عليكم لايك وشير للفيديو احبكم جدا نشوفكم على خير في فيديو جاي والسلام عليكم وحمد الله وبركاته اشتركوا في القناة